موسيقى الرئيس النمساوي في كييف لدعم أوكرانيا بخمسة ملايين يورو نيهاما يرحب بتبني مفوضية الاتحاد الأوروبي رؤية النمسا لحماية الحدود وزارة الصحة تعلن عن مراحل إنهاء قيود كورونا نهائيا قوات الكوبرا تعتقل أفغاني متهم بقتل عراقي في فيينا تراجع أرباح نصف الشركات بسبب نقص العمالة الماهرة مرحبا بكم بنشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم وصل الرئيس النمساوي فاندابيلين صباح اليوم إلى كييف في زيارة للقاء زيلنسكي لبحث سبل دعم كييف لصد العمليات العسكرية وأكد الرئيس التزام بلاده بالحياد العسكري مشيرا إلى أن موقفنا ليس محايدا فالأوكرانيون يقاتلون من أجل بلادهم ومستقبل أطفالهم ونحن نساعدهم في ذلك وقالت وزيرة الطاقة كويسلا المرافقة للرئيس سنخصص خمسة ملايين يورو لصندوق دعم الطاقة الأوكراني للمساعدة في استعادة البنية التحتية التي تضررت من الهجمات الروسية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر رحب المستشار النمساوي نيهامر بتصريحات مفاوضة داخلية الاتحاد الأوروبي إلفا يوهانسن بحل النزاع حول الحدود بطريقة براكماتية وبحسب صحيفة كوغيخ قال نيهامر هذه خطوة في الاتجاه الصحيح وتظهر أن دفعنا لاتخاذ إجراءات ملموسة كان مهما وأكدت يوهانسن أن بناء الجدران ليس حلا لكننا بحاجة إلى حماية حدودنا الخارجية واستخدام أموال الاتحاد الأوروبي بفعالية يذكر أن نيهامر طالب بملياري يورو من الاتحاد الأوروبي لبناء سياج حدودي بين تركيا وبلغاريا أعلن وزير الصحة يوهانس راوخ عن خطة إنهاء كافة قيود كورونا منتصف هذا العام وحذر الوزير من أن كورونا لم تنته بعد ويجب التعامل مع الوضع بضمير حي مؤكدا بأن قانون كورونا سينتهي قبل الصيف ويجب استبداله بنسخة منقحة من قانون الأوبياء وسيتم تمديد المرسوم هذا الشهر وفي 30 أبريل سيتم رفع متطلبات الكمامات في المستشفيات ودور رعاية المسنين فيما يبقى الوضع في فيينا معلقا بناء على حكومة المدينة تمكنت الشرطة من تحقيقات مكثفة من القبض على أفغاني للاشتباه بقيامه بقتل شاب عراقي وبحسب وكالة الأنباء النمساوية أفادت الشرطة أنه تم التحقيق مع الأفغاني في سياق بحث مكثف ومن المحتمل أن يكون القتل كان بعد نزاع بين الضحية والمشتبة فيما رفض الأفغاني الاحتراف يذكر أنه في الثالث من الشهر الماضي قتل شاب عراقي يبلغ من العمر 24 عاما طعنا في فيينا حي مارغريتن أظهر الدراسة أجدها شركة أي واي أن قطاعات النقل والطاقة والصحة والتمويل والخدمات والسياحة هي الأكثر تضررا بسبب نقص العمالة الماهرة وبحسب الدراسة يشكل تعين عمال مهرة تحديا كبيرا ل 87% من الشركات فيما تعتزم 15% من الشركات خفض الوظائف وتمت مقابلة أكثر من 600 مدير تبين أن 51% من الشركات تشهد انخفاضا في المبيعات بسبب نقص الموظفين وقال إيريش لينا المسؤول في أي واي لا يكاد يوجد قطاع في سوق العمل النمساوي لا يحتاج حاليا إلى موظفين ولكن هرعت هذه الدراسة مستوى التعليم المرتفع لدى العديد من اللاجئين كانت هذه نشتنا لهذا اليوم شاركونا بآرائكم وتعليقاتكم كنت معكم أنا بينار الحامد أمسيا سعيدة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر